بكم من جديد نواصلوا على موجات الإذاعة الوطنية أنتم تسمعوا فينا وتشاهدوا فينا على تردداتنا على ربسات وأيضا تنجموا تشوفونا وتشوفوا اللايف ستريمينج على صفحة الفيسبوك للإذاعة والصفحة الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية وتسمعونا أيضا على تردداتنا الإذاعية نواصلوا مع برنامج البلاد اليوم في ساعتنا الأولى كما قلت بداية الحصة ضيفة وسيد البشير سعيد رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم من خلاله هو حبيت اليوم وانتم زيدة تعرفوا شنية دور المحكمة هذية شكون اللي توجه لها اليوم المحكمة هذية وشكون الناس المعنيين بها هل إنه دورها استشاري فقط والتنجم تدخل لفض النزاعات المصالحة تدخل في بعض القضايا هيت من خلاله هو نتعرف على دور المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم سي بشير مرحبا بيك بسم الله الرحمن الرحيم على الله توكل وبرده والإيدي السعيم في البداية وريد أن أعبر عن فرحتي وأنا شرفيا أني التقيت مع أعلميين مختلف أنحاء العالم عندما آتي الإذاعة الوطنية لا يمكن إلا أن أذكر رجال تونس بدلا من صالح شغام والحبيب شغام لا نصل للأخت ملاك هذا شرف فعظيم للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم غير ما يصل الصوت التحكيم اللي يسمع ويسمع الاسم يقول لك علاقة الموضوع بالرياضة لا يوجد أمور رياضية فقط لكن يظهر لي عندكم دخل في المجال الرياضي لكن التحكيم بمعنى اليوم أن تكون أنتما طرف محايد بين الطرفين وتحكموا كما نحكيه بلغتنا العامية تكون أنت الحكم والفايصل بين طرفين ولا طرفين نزاع ولا زوزمة خاصمين نفهمه معك أنت اليوم شكون الناس وقال لأنه ناس عاديين يتوجهو لكم أنا اللي بداية الحصة أنا كنت نتصور أنه بين تونس وليبيا فقط صححت لي أنت وقتلي ليرا وبرشة دول وبرشة أعضاء معناها مثلين عن دول معاكم وبرشة عندكم مكاتب في برشة دول أخرى شكون اللي يتوجهو لكم اليوم للتحكيم ولفض النزاعات بل هذا نريد أن نحدث أن التحكيم هو آلية من آليات فض النزاعات وقديمة قدم الإنسان فهو من مارس التحكيم والرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم عند حديثة الحجر الأسود عندما نتحدث نحن عن التحكيم فنحن نتحدث عن منظومة تتشكل على المنصة وحل المحلي والأقليمي والدولي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وفي مؤتمرها في مؤتمر منظمة المواصلات العربية لاستمر والتعاون الدولي الذي انعقد بمقر الجامعة العربية بتونس تحت إشراف عالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية والذي كلف مساعده حتى يتولى الإشراف كان الطلب ملحأ في تكوين هيكل أو محكمة دولية لفض النزاعات فكانت هذه المحكمة ونشرت بالرادة الرسمية للجمهورية التونسية في 5 نوفمبر 2019 بتباعة الحال المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أولا هي تنتصب لفض النزاعات لطالبيه لأن التحكيم هو اختياري وليس إجباليا ولكن عندما نرجع إلى مجلة التحكيم التونسية ونرجع إلى مجلة الاستثمار التونسية في 2013 ونرجع لمعادة نيوارك ونرجع لمعادة نيوسترال ونرجع إلى معادة واشنطن كل هذه المعادات تقول بأن التحكيم اليوم أصبح ذا أولوية لأن المستثمر يبحث عن الاعتمان عندما يأتي مستثمر لتونس يبحث عن الاعتمان لا نشكك في القضاء بقدر ما أحيي أستاذ القضاء والدليل أن كثير من القضاء ينتمون للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم لأننا نتمم دور القضاء وحكم التحكيم بطبيعة الحال إذا كان بين تونسيين أو بطبيعة الحال فإنه يكون محكمة الابتدائية التي تكسي بالصبغة التنفيذية إذا كان هناك عنصر أجنبي وهناك شخص أجنبي فإنها محكمة الاستناف وما ينطبق في تونس ينطبق على فرنسا يعني سمحني سي باشير بشأن تفعل معك يعني ما تدخلوش وقتل يكونوا طرفين نزاع من نفس الدولة وإلة الدخل نعم الدخل وهذا يسمى التحكيم الداخلي ونظمته مجلة المجلة بمجلة تحكيم بطبيعة الحال لأن هناك تحكيم الداخلي وهناك تحكيم الدولي التحكيم الداخلي بين أشخاص من ذوي الجنسية الواحدة والتحكيم الدولي لا بد أن يكون هناك عنصر أجنبي عتينا نمشي نقطة بنقطة اليوم المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم معنية بالتدخل بالنسبة للإشكالات العالقة وتقول لي أنت فيما يتعلق بالأجنب خلينا نقول إذا كانت عرف تونسي ولا أجنبي شكون الدول اللي تنجموا وتتدخلوا معهم والدول العضاء نحن لنا عديد الفروع في العالم ونبدأ مثلا بخطر لنا مهاء الثاني التي تكونت برحاب المحكمة الدولية الدائمة التحكيم لمدة تسعة أشهر وفريق عملية وهي موجودة بالدوحة كذلك شرفنا أيضا أن اليوم بدولة النيجر ونحن للأمان وهذا شرف ندعيد بتباعة الحال فتح لنا فخامة الرئيس محمد بازوم الرئيس الجديد ونحن بتباعة الحال أصبحنا جزء من المنظومة القانونية بدولة النيجر بموجب بتباعة الحال أمر صادر في هذا الغرض وعلى ذلك فقسفة نجده بتباعة الحال في التوغو نجده أنفسنا أيضا الحمد لله في تركيا نجده أنفسنا الحمد لله أيضا في سيرليون نجده أنفسنا أيضا في السنغال نجده أنفسنا في تقريب 12 دولة إفريقية وبتنابعة الحال في تونس هناك بتباعة الحال المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم مقرها تونس وتقريب للخدمات وباعتبار خصوصية ليبيا فأن الرئيس المكتب هو أخينا محمد بتباعة موسى محمد البساس الذي يعتبر محكم دولي لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ولكن تسيل المهمة فأن هناك مكتب اتصال أو مكتب في بنجردان حتى نسائل المأموريات نظر الخصوصية ليبيا التي نحترمها ونقدرها ونقدر كل الأطراف ونتمنى للحكومة اللوبية كل النجاح والتقدير واضح شكون ليتوجهو لكم اليوم هالمواطن العادي وإلا ينجم معناها مش معني المواطن البسيط إذا كنتم عنده وشكل قضية شكون ليتوجهو لكم بيش تحكموا في القضايا بتباعة الحال كون مؤسسات الكبرى تتصل بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم نعم ونحن إذا ما استثنينا المواضيع التالية أولا الجنسية ثانيا أحوال الشخصية الطلاق والزواج وكل ما يهم النظام العام نحن لا نتدخل فيه وكذلك القانون الجزائي والقانون الجنائي فنحن لا ننظر فيه بقية ما تبقى فنحن ننظر فيه إلهم مثلا نوعية القضايا بطبيعة الحال قضايا البنكية نجد أنه من أفضل المحكمين المنتمين للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم أخينا مساعدة المعتمد لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم السيد أحمد القرم هو من خير أبناء تونس وبطبيعة الحال نجد أيضا بعض رئيس المجلس العلمية الاستشاري والحكمي أخينا وسي جمال شاهلو وي susي يمارس القضاء وله في ذلك بطبيعة الحال باع الضراع ومن خيرة أبناء تونس في هذا المجال ولا أريد أن أذكر الأسماء لقدر ما أنا أريد أن أؤكد على أن كل المجالات بما في ذلك أيضا قضايا الاستثمار قضايا المتعلقة أيضا بالبترول القضايا المتعلقة بالنقل البحري القضايا المتعلقة بالنقل البري وبعض القضايا بالديون المتعلقة أيضا ببعض المؤسسات الآن لنا بطبيعة الحال مقاول كبير طرح علينا مشكل ونحن الآن نتصل بالمؤسسات المعنية للمصالحة لأن المحكم الدولي ينتصب مصالحا وينتصب وسيطا وينتصب محكمة والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تدرس أبناء التسعة أشهر ليكون محكم دولي قاضي معتمد لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم يعني تكوين قبل ما يبشر وفهم اختصاصات معينة باختصاصات معينة بذلك ما ذكرت التحكيم الرياضي واضح مؤخرا كما كنت حكيت عليه اللي مكتب بنجردين كانت لكم ندوة فيما يتعلق بتركيز هذا المكتب وفتح فرع رسمي لمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ببنجردين وقلتوا أنه ممكن النوعية هذه من المكاتب اليوم تقرب الخدمات وتكون تحسن نوعا ما تشريعات اليوم وقت اللي تقوموا بالنظر في بعض الملفات ملفات النزاع هل أنه القرار متاعكم يكون في شكل معناها مقترحات استشاري بالأساس يرجعونه بالنظر كحكم نهائي وبيت ويتم اعتماد وإلا كيفيش معنا أنتم الاستشارة فقط وإلا بحسب ما يفرض القانون معناها يتم اعتماده نهائيا بعد التشاور معكم شكرا أولا أريد أن أقول بأن بالنسبة لمكتب بنجردين سيكون إن شاء الله جاهز في نوفمبر لأن هذا مكتب اتصال بين ليبيا كما تعرف أن كما قلت وأن المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم لها فرع بدولة ليبيا وهذا ليسهل العملية باعتبار أن بنجردانية بوابة وصفاقسية بوابة وفي هذا المجال فنحن نعرف اليوم أن ثم وضعية استثنائية وخاصة اليوم في ليبيا في ليبيا في هذا يظهر لي ثم برشة ملفات نزاع ممكن خصوصا مع الفترة الأخيرة قبل ما يكون الاستقرار والانتخابات كنا تعاوننا نحن الحقيقة في الندوة الوطنية لمعبر صالح والتقينا معه بطبيعة حال السادة رؤساء البلديات وفرصة لأن أؤكد على أن التعاون الكبير اللي وجدناه بطبيعة الحال من تونس بطبيعة في شخص السلطة التونسية في السواء كان بلدية أو والي أو غيري ووجدنا كل الترحيب هنا أنا أريد أن أقول أن الشأن الليبي يحكمه عقل النقد والمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم تضع كل إمكانياتها لخدمة هذا الجانب وهذا التعاون الاقتصادي المثمر بين تونس وليبي ونعنى كما تعلمون أننا محايدون والحياد والاستقلالية والنزاهة لا يختلفوا ولا يتناقضوا أصلا مع أن نكون معاضدين لمجهودات الدولة التونسية فكما تعلمين جيدا أن ما هو أساسي اليوم أن يكون هناك ائتمان للمستثمر وهذا في طبيعة الحال نحن نقوم حتى على التطوع في القرية الإيكولوجية الأحسينات بطبيعة الحال حولت أنا كتبرعا مني مسقط رأسي إلى بطبيعة الحال مقر كقرية إيكولوجية لفضل النزاعات وكالإفريقيا كلها أو بطبيعة الحال لليبيا ما أساسي بالنسبة لي هو أن الحكم عندما نصدره لا يكون خاضعا لا للاستناف والتعقيب وإنما يكون خاضعا للطعن فقط فإذا كان الحكم بين تونسيين بطبيعة الحال يكون محكمة الابتدائية شخص من باجا وواحد من بتباعة الحال المادية والعقار موجود بباجا أو بتباعة الحال المحكمة الابتدائية بباجا هي التي تقسي قرارنا بالسرقاء التنفيذي أما إذا كان هناك عنصر أجنبي كان يكون تونسي وليبي تونسي وفرنسي تونسي وقطري فإن محكمة الاستناف في تونس دون سواء هي التي تكون بطبيعة الحال هي الجهة التنفيذية للقارة تمتعكم وبطبيعة الحال نحن كان شرف لنا بطبيعة الحال تعاملنا مع الكويت تعاملنا مع كما قلت نيجر تعامل جيد جدا الحمد لله وشكرا ثم تسهيل المهم كماليون بتباعة الحال نحن أول شي نحكيه مع السلطات السلطات تسهيل لمؤمناتنا ونحن نوقف بتباعة الحال في نفس الوضع بالاحترام والتقديل لسلطات ثلاث بتونس سواء كان رئيسة الجمهورية ورئيسة الحكومة ومجلس نواب الشعب فنحن بتباعة الحال هيكل محايد ومستقل ونزيه وهيكل قضائي بديل بتباعة الحال وهذا ليك القضايا البديل هو شرف في الحقيقة اللي تونس قبل أن يكون شرف للمنتسبين للمحكمة الدولية الدائمة هاتنا نرجع على أبرز القضايا اللي ادخلتوا فيها وابرز المواضيع بطبيعة الحال كما تعلمين نحكيه على مسألة خليني نصير معك النقطة بنقطة لو تسمح سيباشير مسألة المصالحة اليوم مع رجال أعمال ومقترح رئيس الجمهورية قتلي في الأوف معناها كان عندكم دور في النقطة وتم توجه لكم معناها استشاريا في النقطة كيف تمت العمل بطبيعة الحال المصالحة بين رجال الأعمال هو مبادرة من رئيس الدولة وليس مبادرة لم المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم ولا غيره هذا أرجع بطبيعة الحال تحولت أنا والسيد أحمد كرم والتقينا مع مستشاري سيادة الرئيس وأعطت المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم رأيها في كل هذه الفصول وهو رأي استشاري الأمر يبقى بطبيعة الحال لللجنة التي شكلها سيادة الرئيس الدولة الذي لا نشكه في مصدقيته أصلا وأشكر يعني يرجع لكم بالنظر وفي النقطة لا يجعلكم بالنظر استشاري استشاري أعطينا رأي إضافي كان هناك ثلوس البشير سعيد السيد بتباعة الحال جمال شالول والسيد أحمد الكرم أعطينا رأينا والتقينا بتباعة الحال هو رأي استشاري أما ما زاد في ذلك فأناك بطبيعة الحال واجب التحفظ من واجبي بطبيعة الحال وهذا وهو تطوعا بطبيعة الحال لابد أن نؤكد على أن معضدتنا لمجهودات الدولة التونسية وما أقوله أن هذا القانون الذي سيرى النور وليس أنا من يحدده وإنما تحدده رئيس الجمهورية وقت ما يشاه هو سيعطي منعرج كبير لتونس وهذا ليس رأي أنا الرأي لرئاسة الجمهورية ولن أفعله في قرارات من بعض رئيس الجمهورية رأينا ودوري واستشاري القرار نيائي لرئيس الجمهورية بعد استشارتكم واللجمة التي كونها ملف آخر الترقتول وحكيتوا فيه هو خلينا نقوله الأزمة اللي صارت والإشكال والقضية قضية البنك الفرنسي كيف كانت تدخل مع متاعكم بتبعات الحال هو شيء أريد أن نصلح شيئا أن بالنسبة البنك الفرنسي نحن لن نتدخل فيه ولكن هذا القرار الذي اليوم يتحدث الناس هل تلزم الحكومة التونسية بتطبيقه أنا منوجة دارس 11 عاما وحامل لشهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية للتحكم أقول بأن استنادا للنظام العام الاقتصادي يجوز للدولة التونسية عدم تنفيذ هذا القرار لأن كيفاش كيفاش فسر النسي لأن إذا كان هذا القرار سنفذه بتبعات الحال سيخفر خسائر كبيرة التي تبس ولكن إذا كان للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم رأي فأن رأي أن تعرض المصالحة بين الطرفين لأن هذا القرار مشت ولكن لا نشك فيه لأن الجهة التي أصدرته هي أيئة تحكمية أقدم من المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وأكثر بطبيعة الحال خبرة في هذا المجهد لكن هذا لا يفرض على الدولة التونسية لا يفرض على الدولة التونسية لأن الدولة التونسية من سينفذ يكسي بالسبغة التنفيذية السيد رئيس محكمة الاستناب بتونس رئيس محكمة الاستناب بتونس يقدر الأمور بمواضيعها ولا يستطيع أؤثر على قراري وأنا أعرف أن القضاء التونسي هو قضاء محايد ومستقل ونزيه ويتمم دورنا فلا قيمة لدور التحكيم ما لم يكسى القرار رئي هذا بطبيعة الحال أنا لا أعتقد أعتقد جازما أن لو عرض هذا الموضوع بطريقة أخرى من الجانب التونسي سنراجع المعنيين بالأمر وأنا أعرف ومنذ بدأ بودن إلى هذا اليوم أن نعرض عليهم أن يكون هناك مصالحة وبطبيعة الحال أن هذا القرار في تقديري هذا لا يلزم المحكمة يلزمني كخبير بطبيعة الحال ومحكم دولي قاضي معتمد لدى المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم دون سواها لأن المتكونون بالمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم هم في المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم وليس خارج المحكمة الدولية الدائمة يعني تفرغتهم إذا كان لا مش تفرغ هي الانتمام للمحكمة الدولية الدائمة للتحكيم مهمة وليس تماما ولكن هو ملزم بالتزام أن يشتغل مع المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم واضح من الملفات الأخرى التي أنتم خدمتوا عليها ومن الملفات الهامة لو كانت أعطينا فكرة فيش أهم الملفات اللي دخلتوا فيها على المستوى عاديد الملفات بتابعة الحال أزمة بنكية وقعت بين بنك كذا وكان المحكمة دور كثير من مقاولين رجال أعمال مثلا بين بتابعة الحال نعم وعطينا رأينا في هذا المجال وألزمنا هذا وكذلك في إفريقيا في النجر أيضا لنا دور كبير كان لعبناه الحمد لله وشكر الله ومريد أن أقوله أيضا حتى في قضية بطبيعة لنا قضية كبيرة عقرية بأحد البلدان ونحن من تولى هذا ولكن كما تعلمين لماذا يلتجعوا للتحكيم لأن التحكيم يقوم على السرية فقط يعني يقوم على السرية لأن مثلا شخص مطلق مع زوجة وهذا وقع لنا وهو رجل معروف يأتي للمحكمة الدولية الدولية للتحكيم أقول لك أعمل لي عملية قسمة أنا لا أريد أن يكون لأنه يكون بالإشهار لا يكون بالإشهار وهو من حقي فجلسات المحكمة الدولية الدولية للتحكيم وكل جلسات هناك لأستهيل وعيدة فالفرنسية تعتبر أعرق منه وهي فرنسية بطبيعة الحال وكذلك غرفة الاستثمار الأمريكية اللي هي من أعرق بطبيعة الحال المحاكم في العالم وأن كان اسمها غرفة نحن شرفنا أنه محكمة دولية دائما للتحكيم واضح سي بشير اليوم نعود نسألك السؤال بش الناس تفهم هل أنه المواطنين عادين نجموا يتوجهوا المحكمة الدولية دائما للتحكيم هل أنه مؤسسات شخصيات رجال أعمال رؤساء الدول شخص يتوجهوا بتباعة الحال توجه لنا الأشخاص العاديين في قضيات قسمة عديدة وبتباعة الحال قمنا بالمصالحة بينهم واستدعينا عدل إشهاد وقام بتباعة الحال بالمصالحة بين الأطراف بتباعة الحال الآن ليس سرا أنه تم تكليف أستاذة ومحكم دولي وأستاذة بتباعة الحال الجلالي لنظر في موضوع بطبيعة الحال هذا الموضوع طرح علينا وكلفنا بها محكم دولي معتمد وبتباعة الحال ابن هذه المحكمة البارة وبتباعة الموقرة وبتباعة الحال وأعطيت هذا الإسم حتى تجييع ولكن لا يمكن أن نقول هذه مؤسسة وغيرها مؤخرا ولمثلاثة أيام اتصل بنا بتباعة أحد المقاولين وبتباعة الحال لو عديد الديون توجه هيكل آخر هو دولي ولكن تحدثنا معه وهناك استجابة لينتقع المصالحة بينها بالنسبة للمصالحة لا نصدر حكما لا لا نصدر حكما ولا ما نصلح بين الطرفين لا نصدر حكما أما بالنسبة للتحكيم فنصدر حكم وهذا الحكم يكون قابل لأتبع جدكم شي قضايا سياسية من نوع سياسي لا سؤالات مثلا أعطيك مثال تطبيقي على ذلك أن هل أن يجوز لسيادة رئيس الجمهورية أن يرفض مثلا مخترحات رئيس الحكومة هذا يصلنا عليه ووضحنا وقلنا أن هناك فصل واحد وهو الفصل 101 والذي يعطي الصلاحية المطلقة وعدفنا ودفعنا بعدم التخصص وقلتني زميلتك بتباعة الحال وأسألني الأعلام قلنا أن هذا بتباعة الحال هو من صلاحيات المحكمة الدستورية وفي ذل غياب المحكمة الدستورية يبقى سيادة رئيس هو الضامن بتباعة الحال لاحترام دستور البلاد ولكن قلت وذا رأيي هو أن هناك لا بد من التشاور بين رئاسة الحكومة ومجلس النواب الشعب وأنا أعتقد هذا من خبرتي أن اللقاء الخير بين سيادة رئيس الدولة وسيد رئيس الحكومة وبتباعة الحال رئيس المجلس النواب هذا من شأنه أن يجعل بتباعة الحال هناك اتفاق وأفق لأن نشوف أنا أريد أن أقولها وأنا أعرف أن وذاعتكم يتبعها الرأي العالمي والدول أنا أريد أن أقول للرأي العالمي خاصة أن تونس بطبيعة الحال تبقى موت المصالحة الدائم وأن تونس هي بلاد بطبيعة الحال عزيزة عثمانة وأن تونس هي بلاد أروى القيروانية وأن تونس هي حنبعل وأنما دامت هناك مرأة واحدة في تونس تقول تحية تونس فإنه لا يمكن أن نتحول لصراعات أو لست أدري أحيانا أسمع أسمع كلام سيقع الأنقلة وأنقلة بيت وأنقلة بيت أنا أضحك أن هذا ما أريد أن أقول هو أن هناك بطبيعة الحال إرادة وهذه تجربة ديمقراطية جديدة هناك هنات بطبيعة الحال وذا لا أقولها كمحكمة لأننا محايدون لكن أقولها كشخص هناك هنات ولكن هذه بالمفاوضة وبالتشاور وأعطي مثال تطبيقي على ذلك اليوم كنت في اتصال هذا الصباح مع ابني لوتفيم جايدية من فرنسا هناك تونسيين مثلا المحكمة اليوم والحمد لله وشكر الله في التصالح بين التونسيين ونقوموا بلواجب هذايا بيننا وبين التونسيين المقيمين بالخارج وفي تكوينهم وفي غيرهم يعني هنا تلاحظ أن دورنا نحن كمحكمة صحيح أنه محايد ومستقل ونزيح ولكن رأينا في الشأن العام وهذا رأينا هو أن نقول بضرورة أن تكون هناك تونس أصبة واحدة وأن تكون لحمة واحدة هذا هو ديما الدفع نحو المصالحة أكثر من أنه تكون سما خصومات ونحن نجاهزون باتباعة الحال أن نلتقي رئيس الحكومة وسيادة رئيس الدولة ورئيس مجلس النوار في كل وقت للاستشارات للاستشارات ونحن لن ندخر جيدا باتباعة الحال باش نختم معاك سي بشير تعلق بالمحكمة الدولية لتحكمة اللي تم تأسيسها في 2019 قدش من فرع اليوم عندكم وشنية الجديدة متاعكم بتباعة الحمد لله والشكر الله عن 13 فرع كبير الحمد لله وهذا في العالم ولبس ما نريد أن نقول الجديد هو أنه كمحكمة دولية دائما نقوم بعملنا بطبيعة الحال وفق القانون والمحكمة تحتكم إلى بطبيعة الحال العرفة الدولية والقوانين لا نصدر عكما يخالف النظام العام والأخلاق الحمدة لأي دولة لا أخفي أيضا هناك اتصالات أيضا من سوريا إلى أن ننتصب بسوريا وهذا اتصل بنا بطبيعة الحال السيد حازم الأسد حتى والمحكمة الدولية الدائما للتحكيم في هذا لم تبط في هذا الموضوع إلى حدود هذا اليوم ولكن لابد أن ننظر في ذلك ذبنا بطبيعة الحال المصار الدبلوماسي لأننا نحن في نهاية ترمو إذا كنت ترجع العلاقات مع سوريا بطبيعة الحال وبطبيعة الحال حتى عندما نكون موجودون قبل وجود صفارة فتأكدي أن نكون كهيك المحايد ومستقل ونزيح لأن نتدخل في الجانب الاقتصادي والجانب المالي والاستثمار أقول للمستثميرين في تونس مرحبا بكم في تونس والمحكمة الدولية دائما تحكي من موقعها تعتقدوا أن هناك عقلا ناقد وهناك مثال إن أدشين تساكسيط نحن مطالبون أن ننقض أنفسنا بأنفسنا وفي أنفسهم أفلا يبسرون هذا ما نقوله أنا لحقيقة متفال الخير كل تحية والتقدير لمستمعيكم كل تحية هذه المنارة العتيقة والجميلة في إذاعة الوطنية وحاذا لنقوله لك لنا زيارة أيضا إلى العراق يرطيب ونا بالرئيس المفوض إن شاء الله السيد زوير شمعلي وعراقي حتى نبين أيضا البعد الدولي فبتباعة الحال هناك أخوان محترمين أستاذة ليلى دوس اللي هي بتباعة الحال من بناتنا في القضاء وعديد الأخوة من جمش الحقيقة نسمي كل الوخيان كاتب العام للمحكمة الدولية اللي هو قاعد يقوم بواجب سليحية والأخت زيان عديد الأخوة اللي قموا دورهم إن شاء الله شكرا لك سيد بشير سعيد رئيس المحكمة الدولية دائما لتحكيم وفقين إن شاء الله لكن نحن لأسف ساعتنا الثانية نحكيه على النزاعات السياسية في تونس شوي آخر نحكيه اليوم مع النائب نعم تفضل سيبشير بالنسبة للنزاع السياسي المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم لا تمانع بأن تنظر في نزاع سياسي نعم بتباعة الحال شرط أن يكون هناك ظمنات في إصدار حكمها أما نحن أنصحوا به لأن تونس فيها عقل ناقل نجم ونفضه مشاكلنا وحدنا ولا أنصحوا بتدويق هذا من قول متمني كل الأطراف السياسية كل النجاح وتوفيق وجائزياتنا أن نلعب هذه الدولة شكرا لك سيد بشير سعيد رئيس المحكمة الدولية دائما لتحكيم ساعتنا الثانية نائب عن حزب قلب تونس فؤاد ثامر يكون حاضر معنا نعرفه جديد والمستجدد في قضية نبيل القروي رئيس الحزب اليوم التطورات فيما يتعلق بعلاقة رأسي السلطة نحكي على رئيس البرلمان ورئيس الجمهورية وآخر المستجدات جينا على لسان فؤاد ثامر في ساعتنا الثانية بعد نشرة الأخبار بقوا معنا